ازايكم معاكم مشيب بطوطة النهاردة بقى هنعمل صلطة البابا غنوب بطريقة هتعشقوها انا عايز اقول لكم ان انا اصحا مش بحبها بصوا مش قادرة بطل اكل فيها من جمالها بصوا هنجيب البتنجان كده الرومي هنقطعه بالطول وهنبتدي نعمل فيه شرط كده آآ آآ عكسة بعضها زي ما احنا شايفين في الفيديو تمام عندنا بقى جريلة او طاصة تيفال عادية هنمسحها بالزيت كده وهتسخن قوي تبقى سخنة قوي نحط عليها نروس عليها البتنجان بتاعنا بالشكل الجميل ده هنشوف الطاصة احلى حاجة ولا فرن بقى ولا على البتجاز ويبوز البتجاز ولا اي حاجة هتاكلوا احلى بتنجان مشوي في صلطة البابا غنوب عالمية بصوا بقى انا بس بحط نقطة زيت كده على كل بتنجانية انا بعلي التست معايا والطعم كل شوية بقى اديها تقليبة كده والنار لسه عالية عندي جدا هبتدي بقى هدي النار واغطيها بفير علشان البتنجان يستوي معايا ويطرى من جوه دلوقتي استوى هو تشاوى وبقى جاهز وجميل هنبتدي بقى نحط تاني نقطة زيت عندنا بقى فلفل شطة عندين او فلفل اخضر رومي عندنا فلفل اصفر واحمر الوان هنشويهم ودول هيعلولي تست جامد جدا بديهم بقى تقليبة برضو كده على نار عالية وبديهم نقطة زيت كمان احلى فلفل ما شوي برضو نفس الكلام هنوهدي النار ونغطيه بصوا بقى بمنتهى السهولة بمعلقة على طول بنشيل قلب البتنجان من قلب الاشرة بتاعته في منتهى السهولة هنجمعه بقى كله كده قلب البتنجان كله مع بعضه بالشكل ده عندنا بقى توم هنفرمه في الكبه عندنا بقى بعد التوم انا شلت التوم وحطيت وراه على طول الفلفل المشوي هديله ضربة كده حلوة هنحضر بقى صوس الطحينة عندنا طحينة خام هنحط عليها التوم بتاعنا وهنحط عليها خل انا زودت التوم فيها زيادة على اساس ان هو يبقى للبتنجان بالمرة هنحط بقى هندوبها بمية وبتبقى صلط الطحينة تقيلة مش خفيفة تمام هي كده جاهزة معايا هبتدي بقى انزل بقى لب البتنجان وهننزل عليه بالفلفل المشوي اللي احنا ضربناه في الكبه هندي بقى رشة كمون رشة فلفل اسود عصير لمون وطبعا الملح وبندوق بقى ونزبط الحياء بتاعنا زي ما احنا حابين انا استعملت فلفل شطة اخضر فمحطتش شطة اللي عايز يعلي الشطة اوكي يرش شطة هنديهم بقى تقليبة حلوة كده مع بعض بجد هتعشقون هندي بقى رشة بقى دونس ونقلبه ونشوف لو احتاج بقى دونس تاني هنحط له انا احتاج بقى دونس عادي في حطيت بقى لنا ايه البقى دونس هندي بقى زيت انا نزلت بقية البقى دونس على ان هو محتاج شوية بقى دونس كمان وكده بقى جاهز تحفة تقدموه وتكلوب الالفة هنوشفة ان شاء الله تجربوه ان شاء الله يعجبكم وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ونتقابل في وصفة